السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلم بكم متبعي القرام ومتبعي قناة من الآخر الخلاصة لو أول مرة تزرنا في القناة رات تشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو ومكتبع الاشتراك أو سبسكرايب أعم لايك الفيديو وفعل زر الجرس جلس لك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى متبعي القرام معكم محمد بنور الدين خلنا نتكلم عن ترتيب فرق الدور المصري وترتيب الهدفين بعد مباريات اليوم الخميس 17-12-2020 وتعادل إيجابي بين بيرامدس والزمالك واحد واحد متبعي القرام اليوم في الجولة الثانية خلنا نتكلم الأول عن بداية الجولة الثانية الـ 14-12-2020 بفوص أسوان على طلاع الجيش 2-1 وفوص روميكا كليوباترا على البنك الأهلي 3-1 وفوص ودي ديجلة على المؤولين العرب 2-1 اليوم الخميس 17-12-2020 الجونة تعادل أمام مصر بورسعيدي 1-1 أحرز هدف المصر بورسعيدي أحمد ريفعل في الـ 46 هدف الجونة عن طريق اللاعب والتربواليا في الدايئة 80 الإسماعيل تعادل أمام الانتاج الحربي 3-3 أحرز هدف الإسماعيل يا عمد حمدي في الدايئة 25 عبد الرحمن مجدي في الدايئة 42 ومحمد صادق في الدايئة 81 أهدف الانتاج الحربي عن طريق محمد فييرا في الدايئة 16 محمد عبد المجيد في الدقيقة 80 وباسم مرسي في الدقيقة 85 ايوة نيجي بقى المبارات بيرامدز امام الزمالك بيرامدز قدر يفوز قدر يتعادل امامه عزرا قدر يتعادل امام الزمالك واحد واحد احرز هدف بيرامدز احمد الشيخ لاعب الاهل للطبق طبعا في ديها 67 ويتعادل للزمالك طبعا هدف احمد الشيخ كان عادي جدا كانت رافعة وبعد كده خبطت في رجله وانا مش عارف هو شطها ولا خبطت في رجله بسي واضح ان الاعادة بتقوله ان هي خبطت في رجله فدخلت او هو ممكن يكون زقها زقها بسيطة اللي انه يتحسب انه هو هدف ومجهود الراجل اللي هو واقف في المنطقة دي يتحسب له انه هو سجل هدف في مرمز زمالك بتشارت بيرامدز في ديها 67 هدف مصطفى محمد هو اللي كان جميل جدا وان كان خطأ خطأ اكرامي طبعا حارس الاقل السابق وحارس بيرامدز الحالي شريف اكرامي الكورة اصلا مصطفى محمد خدها عالطاير وجات في النص شريف والمعرفش صدها مش اكتر انما طبعا يا جميلة جدا مصطفى ما نقدرش نقلل من حاجة زي كده الهدف جي في ديها 74 كانت عالطاير ومصطفى جابها برجله ودخلت جون في مرمى بيرامدز اللي هتعادل الزمالك واحد واحد بعد كده جي اكتر من فرصة للزمالك واكتر من فرصة للبيرامدز ولكن انتهت المباراة واحد واحد بكرا ان شاء الله عندنا مصر المقصة وامبي لتحاد سكندر واسموحة والاهلي امام غزل المحلة وبكده تنتهي الجولة التانية خلاننا بدلوقتي بقى ان تعرف على ترتيب فرق الدور المصري بعد هذه المباريات في صدر الترتيب جدول الدور المصري بعد مباريات اليوم الخميس سراميكا كلبطرة في الصدراء في مركز الاول بستة نقاط اسوان في المركز الثاني بستة نقاط الزمالك في مركز الثالث باربع نقاط وادي دجلة في مركز الرابع باربع نقاط الاهلي في المركز الخامس بثلاث نقاط الاتحاد سكندر في مركز السادس بثلاث نقاط الاسماعيلي في المركز السابع بنقطتين الجونة في مركز السامن بنقطتين المصر برسعاد في مركز 9 بنقطتين غزل المحلة في مركز العاشر بنقطة سموحة في مركز العاشر أيضا بنقطة طلاع الجيش في مركز الحدي عشر بنقطة بيرومتز في مركز الحدي عشر أيضا بنقطة لإنتاج الحرب في مركز ثاني عشر بنقطة البنك الأهلي في مركز ثلاث عشر بنقطة إمبي في المركز الرابع عشر بدون نقاط كذلك مصر المكسف في مركز الخامس عشر بدون نقاط والمؤولية العرب بعد خسرتين في مباراتين متتاليتين في مركز سادس عشر بدون نقاط ايضا اما عن ترتيب الهدفين في صدارة الهدفين طبعا مصطفى محمد احرز هدف المبارسة بكم بتاعت اليوم مصطفى محمد لعب الزمالك في مركز الاول بهدفين يتساوي معه احمد سامر لعب طلاع الجيش وهيسم مصطفى لعب اسوان وصلاح امين لعب ودي ديجلة واشريف عادل لعب سرمكا كلبترا والتربوليا لعب الجونة واحمد ريف عتيقات في مركز الثاني احمد ريف عادل لعب مصر برسعيدي وعمع ومحمد قهربا لعب الاهلي ومرون حمدي لعب مصر المكاسة وعمر السليا لعب الاهلي وعبد الكبير الوادي لعب سموها وعلي معلول لعب الاهلي وعبد الرحمن مجد لعب الاسماعيلي وعمات حمدي لعب الاسماعيلي وهيسم جويني لعب مقول العرب واسلام فؤاد لعب غزل المحلة ومحمد عبد المجيد لعب الانتاج الحربي ومحمد فيرا لعب الانتاج الحربي تابعي الكرام كان معكم محمد بن ردي من قناة من الاخر خلاصة اشترك في القناة فعل زر الجرس وعمل لك الفيديو نراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته